للأعلام المقاوم تأثير كبير على الرأي العامة لا سيما بعد تعرض البلدان للاحتلالات العسكرية الأجنبية ومنهما جرى في العراق عام 2003 ومحاولات الآلة الإعلامية الأمريكية والغربية تزييف الحقائق وتضليل الرأي العامة ومحاولات تشويه أي صورة أو شكل من أشكال المقاومة العراقية سواء كانت هذه المقاومة مسلحة أم بأشكال أخرى ويستحضر هناك كذبة أسلحة الدمار الشامل وعلاقة العراق بالمنظمات الأرهابية التي سوقها الإعلام الأمريكي والبريطاني والتي استندت إليها إدارة بوش في غزو العراق عمل الاحتلال الأمريكي والقوى الحزبية التي جاءت معه على تسويق خطاب سياسي مضلل وشيطاني هدفه الخلط بين المقاومة العراقية وما يسمى بالإرهاب وإثارة العرات الطائفية وتفتيت النسيج الاجتماعي وتهشيم الهوية الوطنية الجامعة أثار تصدي الإعلام العراقية المقاوم لهذا الخطاب المخاوف الأمريكية من خسارتها المعركة الأعلامية فعمدت إلى إنشاء كتائب الإلكترونية ومواقع ميليشيوية في منصات التواصل الاجتماعية فضلاً عن القنوات الفضائية الطائفية لنشر الأخبار التضليلية والإشاعات في سياق الحرب النفسية والأعلامية ضد عدو الاحتلال وهي المقاومة العراقية وتلميع صورة الغزو وتقديم صورة زائفة مغايرة لحقيقة ممارساته في العراق حيث تصدى لفضح هذه السياسة الإعلام العراقي المقاوم ومنه قناة الرافدين الفضائية التي كانت الأنموذج المشرقة للأعلام الوطني المقاوم الذي لم يهادن ولم يساوم وما زالت في معركة أعلامية مفتوحة ضد مشروع الغزو الأمريكي وكل مخرجاته الحالية